بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم في قناة تفسير احلام والركياء الشرعية. الهاردة هنتكلم ما بعد عن رؤية الطنورة او رؤية الجيبة. هنعرف ما بعد اهم من التفسيرات المتعلقة برؤيتها في المنام. اول حاجة رؤية الطنورة او رؤية الجيبة في المنام من الرموز اللي بتقولها على الغينة وعال رفاهية. اه كمان اه من الرموز اللي بتقولها على الراحة. اه ده في حالة ان كانت الطنورة اه طويلة وشكلها حلو ومزبوطة. اما لو كانت قصيرة اه فرؤية الطنورة القصيرة احيانا بتقولها على كلام اه باطل او الحديث عن الرأي بكلام اه باطل او بكلام غير اه صحيح. اه كمان رؤية الطنورة اللي شكلها مش حالو او الممزقة. فلالاسف بتدل على دقيقة وعلى قرب شديد ممكن يمر بيه الرأي. كمان ممكن تدل على فكر وعلى قلة اه مال. اه كمان الخلع الطنورة برضو من الرموز اللي بتكون غير اه مستحبة. فممكن تدل على اه كشف اسرار او كشف معلومات تخص الرأي ما كانش حابب ان الناس تعرفها. كمان سرقة الطنورة للأسف من الرموز اللي بتدل على خسارة وظيفة او خسارة اه عمل. اه كمان ممكن اه تدل على خسارة في اه مشروع كان الرأي اه بيعمله يعني. فمن الرموز اللي بتدل على خسارته اه فيه. او بتدل على جيون هيعاني منها الرأي. اما رؤية الجيبة او الطنورة الطويلة فبشارة بخير وبرزق وكمان باخبار سارة باخبار اه شعيدة. كمان رؤية الجيبة الجديدة برضو من الرموز اللي بتدل على سعة فيه الرزق وكمان على السدر وعلى صحة هيتمتع بيها الرأي. الطنورة القديمة للأسف من الرموز اللي ممكن تدل على الفكر. كمان الطنورة المتسغة او الغير آآ نظيفة من الرموز اللي بتدل على الهموم او على الاحزان. لو شاف الشخص ان هو نزحها او نخلاحها او نتخلص آآ منها. فده خلاصه منهم ممكن بيعاني منها او آآ مشاكل كان بيعاني منها. الطنورة اللي لونها اخضر فيه المنام ده كرب من الله سبحانه وتعالى وكمان هداية. وكمان آآ توبة. الفتالة هاسباها ما تشوف الجيبة او تشوف الطنورة الطويلة. فدي من الرموز اللي بتدل على قرب آآ معاية خطوبتها او ارتبطها. آآ كمان ما تشوف انه آآ 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 الطنورة القصيارة شوية فدي معصية آآ هي بتقوم بيها او او سلوك سيء او عدم التزامها بالطغط. آآ كمان الطنورة اللي بالمقلوب. الطنورة اللي بالمقلوب بتدل على تغيير في آآ احوالها او تغيير آآ في آآ حياتها. آآ كمان الفتالة هاسباها ما تشوف انها بتشتري آآ جيبة جديدة. فده بشارة باخبار آآ صارة هتسمحها في الفترة المقبلة. كمان بشارة ليها بالسعادة. آآ كمان بشارة ليها بالسدر وبالرزق. آآ لو شافت ان هي آآ يعني الطنورة في بتاعتها او الجيبة بتاعتها فيها اي عيب. فللأسف من الرموز اللي بتكون غير آآ مستحبة. المرأة المتزوجة كمان لما تشوف الجيبة او تشوف الطنورة في المنام. المرأة المتزوجة كمان لما تشوف الجيبة الجديدة. فبرضو آآ من الرموز اللي مبشرة ليها آآ برزق وآآ باستقرار. آآ كمان المرأة المتزوجة لما تشوف الجيبة المصنوعة من الكتان. فده بشارة ليها برزق وبرزق كتير. كمان لما تشوف ان هي بترتدي جيبة ولكن الجيب ده كان آآ ديقة شوية عليها فللأسف آآ بتدل على ديقة ممكن تمر بيها. ممكن تدل على افعال. هي بترتكبها للأسف آآ افعال غير آآ غير سوية. كمان الجيبة الطويلة آآ برضو من الرموز اللي بتدل على آآ حملها. آآ لو كانت هي آآ منتظرة آآ حمل. آآ كمان لو هي مش مش منتظرة حمل او مش بتفكر في حمل فبشارة ليها باستقرار آآ في حياتها الزوجية. اما حر الجيبة للمرأة المتزوجة احيانا بتدل على ازة او ضرر آآ هيقع عليها. آآ كمان الازة او الضرر ده او الشر ده ممكن يكون من مجموعة من اشخاص حسدين او حاقدين آآ عليها. المرأة الحامل كمان لما تشوف الجيبة الطويلة فمن الرموز المبشرة ليها بولادة آآ زكر والله اعلى واعلى. كمان هيكون الزكر ده هيكون بار بيها. كمان هيكون مصدر للسعادة والفرحة ليها. كمان الطنورة او الجيبة الممزقة برضو من الرموز اللي بتدل على متاعب او على آآ مشاقة هي آآ للأسف هتمر آآ بيها. ممكن آآ تدل على ازمة صحية هي هتعاني منها خلال فترة الحمل. كمان رؤية الالوان الخاصة بالجيبة آآ زي مسلا رؤية الطنورة او الجيبة الحمرة فدي بشارة بحظ سعيد وكمان آآ آآ بشارة برضو بآآ آآ حياة شوية فيها حب وفيها مواد خصوصا لما تشوفها آآ امرأة متزوجة. كمان الجيبة الزودة آآ برضو من الرموز اللي بتدل على وصول الشخص لسلطة وحصوله على جاه وحصوله على آآ منصب. آآ كمان آآ رؤية الجيبة اللي لونها آآ آآ وردي للفتاة العزباء بشارة ليها بآآ دخولها في آآ مشروع للزواج. آآ ده كده كان باختصار اهم التفسيرات المتعلقة برؤية الجيبة او رؤية الطنورة آآ في المنام. اتكلمنا عنها بشكل عام. آآ كمان عرفنا امتى بتكون رؤيتها محمودة امتى بتكون رؤيتها غير آآ محمودة. كمان اتكلمنا عن آآ رؤية الجيبة سواء للفتاة العزباء او للمرأة المتزوجة او للحامل. آآ بتمنى ان يكون الفيديو عجبكم. آآ لو في اي استثار او سؤال اكتبوا لي تحت. وانا ان شاء الله هرد عليكم. بشكركم جدا واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلام. اشتركوا في القناة